أقيم في مديرية الخوخة المركز الإداري المؤقت لمحافظة الحديدة حفل خطابي وفني بمناسبة الذكرى الثانية والأربعين لتأسيس المؤتمر الشعبي العام والتي تتزامن مع رفع العقوبات الدولية عن الشهيد الزعيم علي عبدالله صالح والسفير أحمد علي وشهد الحفل حضور محافظ الحديدة الدكتور الحسن طاهر ومديري عموم المديريات وعدد كبير من الشخصيات السياسية والاجتماعية بالإضافة إلى قيادات المؤتمر الشعبي العام والعديد من ممثلي الأحزاب والتنظيمات السياسية وتخلل الحفل عدد من الكلمات ألقاها ممثل والمؤتمر الشعبي العام والأحزاب السياسية المشاركة وعبروا عن تمسكهم بالمبادئ والقيم التي أسسها الشهيد الزعيم وكدين أهمية الحفاظ على مكتسبات الثورة والجمهورية والوحدة الوطنية احتفلنا اليوم بذكرى تأسيس المؤتمر الشعبي العام التي تأتي تزامن مع رفع العقوبات عن الشهيد الزعيم علي عبدالله صالح ونجلي السفير أحمد علي عبدالله صالح هذه العقوبات كانت ظالمة وكيدية لإبعادهم على المشهد السياسي اليوم تم رفع هذه العقوبات ونحن هنا في معاطر حديدة نحتفل بهذا الحزب الرائد حزب العدالة والسلام الذي لم كل أبناء الشعب اليمني وإنبذك على كافة أبناء اليمن جميعا نحتفل اليوم بالذكرى الثانية والاربعين للمؤتمر الشعبي العام ورفع العقوبات عن الشهيد الزعيم ونجلي السفير أحمد علي عبدالله صالح بحضور كل المنظمات السياسية والأحزاب السياسية والسلطة المحلية وكل المكاتب التنفيذية وكل الشرفاء بالأبناء للمؤتمر الشعبي العام وكل الحضور جميعا ونشكر كل من حضر اشتركوا في القناة